يساهم إجراء توحيد سعر الصرف في إنهاء أزمة تراكم الطلب على النقد الأجنبي وسد الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي كما يؤدي توحيد سعر الصرف إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي جهود مضنية تفزولها الدولة لتوحيد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب في البنوكة مما يقضي على السوق الموازية للدولار ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي جهود حسيسة بزلتها الدولة وتفزولها مع تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف واتباطئ النمو الاقتصادي مع استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عند عرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري وانعكست من خلال الضغوط التدخمية ورغم توترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والعدوان على غزة وتداعياتها الاقتصادية ومنها تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر إلا أن جهود بناء الدولة خلال الفترات السابقة وخطط وبرامج إصلاح هيكل الاقتصاد كانت كحائط صد أمام أي اهتزازات اقتصادية عالمية وعززت ثقة المستثمرين في قوة وصلابة الاقتصاد وهو ما تكلل بصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة من خلال جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار بشكل عاجل مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة كما وقعت مصر اتفاقيات عدة لجذب استثمارات ضخمة في قطع الهيدروجين الأخضر الوعد وبذلك أصبح لدى البنك المركزية موارد دولارية مستدامة وجاء قرار توحيد سعر الصرف الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تشجيع وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الخارجي وتوسيع مشروعات الاستثمار الأجنبي القائمة مما يساهم في توفير موارد نقد أجنبي وزيادة فرص العمل للمواطنين وأيضا دخول جزء من تحويلات العاملين المصريين بالخارج للقطاع الرسمية مقابل استبدال العملات بالسعر حقيقي مناسب مما يعود بالنفع على مدخراتهم واستثماراتهم وأسرهم كما أن توحيد سعر الصرف سيؤدي لزيادة تنافسية الصادرات المصرية والإتاحة لكافة المتعاملين بتدبير احتياجاتهم الدولارية وبالتالي الإفراج الفوري عن البضائع من المواني مما يسهم في انخفاض الأسعار وأيضا في تحسن التصنيف الاعتماني لمصر ومن سما زيادة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الوقت نفسه كانت الدولة حريصة على استباق بعض الضغوط التضخمية التي قد تنشأ عن توحيد سعر الصرف بتطبيق حزمة اجتماعية كبيرة لزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات المختلفة وغيرها من الإجراءات التي تخفف من حدة الموجة التضخمية على المواطن المصري إذن هو إجراء لتوحيد سعر الصرف إجراء لا بد منه بحسب الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية المختلفة قرار يشد من عزم الاقتصاد المصري مع إنهاء أزمة تراكم الطلب على النقد الأجنبي وسد الفجوة بين سعر الصرف السوق الرسمي والموازي